بيبدأ الفيلم بصيف سنة 1992 بنت اسمها ريباكا بتشوف لعبة أخوها المريد في حمام السباحة بالليل وبتقرر تروح تجيب هيرو بس بتقع في المية وبتشوف مامتها بتندح عليها وهي تحت المية وبتطلع ما بتلاقيش حد وفجأة كأن في حد بيسحبها تحت المية واختفت بدون أثر بعد كده بنيجي الأحداث الوقت الحالي واللي بنشوف فيها راي والر لعب بيسبول اتصاب بمرض التصلب العضلي واللي أثر على مسارته ومرقاش يعرف يلعب تاني وبيدور هو وأسرته على بيت جنيد وبيشوفوا البيت ده وبيقرروا يشتروه عشان حلوه في حمام السباحة فاصلتا بعدما دكتور تري نصحته ما يلجأ للعلاج الطبيعي عن طريق اليوغا أو السباحة عشان يتحسن وهم بيتفرغوا على البيت تري بيشوف كرة بيسبول في حمام السباحة وبيحاول يجبها وبيقع وبيتلع بصعوبة وهو بيفتكر وبيحلم بوقت ما كان لعب نجح ومشهور أمراته وولاده بيجروا للحقوب وبعد كده بينتقلوا بالفعل للبيت لما ولادهم بيروحوا المدرسة بيجي ولد اسمه رونان وبيدي إيزي بنت ري ورقة وبيطلب منها تحضر إيفنت الفريق السباحة وإيزي بتعجب برونان وبعد كده بتبقى العيلة كلها قاعدة تنظف حمام السباحة لكن ري وغاو بينظف بزاعة حمام السباحة حاجة بتجرحوا جرح عميب وفجأة بلعب تطلع ميلونها اسود وبيطلبوا واحد متخصص يجي يصلحوا وبيكتشفوا إن الحمام ويته بتيجي من ينبوع طبيعي وبعد كده بيقرروا يستخدموا الحمام ويلعبوا مع ولدهم وبعد كده بيرمولهم وعملات يجمعوها من حمام السباحة إيفا بعد كده بتقوم لوحدها بالليل تقوم في حمام السباحة وبتلاقي القطة بتاعهم بينهم وشكل خايف من حاجة وهي بتقوم بتتخضي لما بتلاقي ري واقف وفجأة بر حمام السباحة بعد كده بتبص ملقتهوش ونور حمام السباحة بيبدأ يطفي وينور فبتفرق ولما بتدخل القطة وتلاقي ري صحي بتسألوا إن تكنت تحت من شوية قال لها لأ وإنه كان نايم وبنشوف ثعبة ريبكا ظهرت في حمام السباحة والقطة بتكون خايفة تاني يوم بيزحوا ما بيلاقوش القطة والطوق بتاعها بيكون في حمام السباحة وبيعتقدوا إنها خافت وجريت بعيد وبيفضلوا ودوروا عليها ورأي في الوقت ده بيشير الشاشة اللي كان رابط بالجرح وبيلاقي إن الجرح اختفى تماما وما سبش أصل وبعد كده بيروح ري مع ابنه إليت عشان يقفلوا حمام السباحة بالغطة وبيبان كإنه بيتقفل على إيف لكنها بتصحى من النوم وبيكون مجرد كبوس وبتبص من الشباك وتلاقي ري عمال يوم في حمام السباحة وبعد كده بتروح مع ري عشان يعمل ففاصات والدكتورة بتتفاجئ وتقوله أنا ما شفتش حد تحسن بالسرعة زي قبل كده وبيجي اليوم اللي بعده وإليت بيطلب منه يجي يوم معي بس هو كان مجرور بالتملين وقاله إنه يقدر يوم لوحده وهو بيوم بيلاقي عملة معدنية ترمت في حمام السباحة وبيفتكر إنه بابوه ولما بيطلع ما بيلاقيش حد ولما بينزل بيلاقي عمنات كتير تاني ترمت بيجمعها ويطلع وبرضو ما بيلاقيش حد وبيفتكر إنها أخته إيدي وبتهزر معي وبيروح يستخبى تحت الخشبة بتاعت المنط ولقيها بتتحرك كإن في حد فوقها بيطلع بسرعة يشوف مين ما بيلاقيش حد وبعد كده بيسمع صوت بنت صغيرة جاي من فتح التصريف في حمام السباحة والبنت بتقول إنها بتدور على أهلها وبتقوله أنا لقيت لعبتك وبيجي ياخد اللعبة بيلاقي إيد مسكت فيه وشكلها مخيب إليت بيارف يهرب وبيجري يقول لمامته فبتروح تشوف إلي بيحصل وما بتلاقيش حد وبتحكي الرية اللي حصل قال لها إنه أكيد بيتهيقلوا حاجته وبيتخيل لأنه طفل وبعدين بيروحوا كلهم مع إلي التدريب البيس وبعدين المدرب بيطلب من الرية جرب يلعب ولما رمى الكرة رية معرفش يضربها ووقع على الأرض بسبب مرضه وبيحاول تاني وبيفتكر لما كان في حمام السباحة في الوقت ده ضرب الكرة بكول درجة إنها قصر تكشف في الملعب وبالنال إيف وري بيخرجوا مع بعض ويسيبوا الأطفال لوحدهم وبتطلب من إيزي تخلي بانها من إليت بس إيزي بتخلي رونان ييجي وبيلعبوا لعبها في حمام السباحة وبعد كده هو بيخرجوا إيزي مهمضة بتدور عليه وفجأة بيظهر كائن مرعب ولما بتلف بيخطفي وبعد كده بيطلع تاني من تحت المية وبيفضل يشدها من رجلها لكنها بتقدر تهرب ولما بتطلع من المية بتحكي رونان إنه اللي حصل بس هو بيتكر إن رجلها لزقت في حاجة مش أكتر وبعد كده أهلاها بيجوا فرونان بيهرب قبل ما يشصوا وبعد داعة كانوا قرروا يعملوا حفظة في حمام السباحة وعزموا كل الجرين وصحابه بييجي اليوم ده إليت وبيسأل أخته عن إنه هي شافته بس هي رفضت تعترف بعتبار إن أهلاها شهد أكتر في البيت ده إليت بيروح قده وبيحط كاميرا ويقرر يرائب منها كل اللي بيحصل في حمام السباحة وقت الحفلة وفي الوقت دا كانت السمسارة في المطبخ مع إيل واللي بتجرجرها في الكلام وتعرف منها إن من 30 سنة كان فيها عيلا سكنة في البيت وإن البنت غرقت في حمام السباحة إيل بتسألها اسمها ريباكا فسمسارة بتتفاجئ هي عرفة إسمها إزاي وده طبعا لإني إليت قال لها بعد كده بييجي طايب يكون ابن مدرب إليت وبيطلب من ريباكا ويقع له على كرة البيسبول وبعد كده ريباكا بيعرض عليه يلعبه مع بعضا ضد الراجل تاني وابنه في حمام السباحة وبالفعل بيكسبه وطايبا يوقع ابن الراجل التاني بس ريباكا بيفضل متثبت تحت المياه وكأنه مش في وعيه ومش رادي يسيب الولد وبتخرج من المياه ماندة سودة وبتدخل في بقق ريباكا وطايب يغرق إليت لاحظ اللي بيحصل فبيجري على مامته ويقول لها أبو الولد شافه ومراح يلحقه ورجل الولد كانت معلمة مكان ما ريباكا ماسكه جيمت وريبا يكون هو كمان مغمى عليه أبو الولد ما بيرضوش يامل شكه ضد ريبا اعتبار إن أكيد ما رضو السبب بس طلب ما يحضرش التدريبات التاني إيف بتصر إن حمام السباحة السبب ولازم يمشو بالرغم إن ريبا مش مقتنع وهما ماشيين بالعربية ريبا يتعب جيمد وبيبقى كأنه بيتخنق فبيرجعوا البيت فورا وبعد كده ريبا وهو نايم بيقول لإيف إنه عايز ينزل حمام السباحة لكنها بترفض فريبا بيقول كلام غريب بنبرة مخيفة شوية بعد كده وهي في الشغل قررت تام السرش عن الناس اللي كانوا عايشين في البيت قبلهم وريباكا وعالتها وبتكتشف إن الناس كتير ماتوا في حمام السباحة من العائلات اللي قبلهم ومتجيب عنوان أهل ريباكا الجديد وبتقرر تروح تزور مامتها لوسي واللي بتستقبلها وبتتبعها بابنها تامي ومنصبه وإيف بتسألها عن ريباكا وبتنكر إنها كان عندها ابن إيف بتقول لها إنها قلقانة على عالتها وحس إن الحمام السباحة فيه حاجة غلط فبتبدأ لوسي تحكي لإيف إنه مهي جاية من النبع وكان الناس بيقدمون لقربين بشرية زمان مقابل إنه يحقق أمانيهم وعشان كده وبيحقق لهم أمانيهم مقابل روح حال دي من العيدة وبتحكي لها إن دالة حصل مع ريباكا وإنها كانت أمنيتها اللي تومي يخذ وكانت عارفة اللي بيحصل لريباكا وشايفها بس سبتها تغرأ إيف بتقول لها إنه أكيد فيه طريقة يوقفوا اللعنة دي فبتبدأ لوسي تكح ويخرب منها المرد السودة دي وبتقول لها إنه موضوعها ينتيق ريب وإنه لازم يكون فيه مقابل وبتلحق بطريقة مخيفة وإيف بتطلع تجري من البيت إيف بتتصل بري ولكن ري كان بيستحمى وبتخرب منه المرد السودة دي وكأنها بتستحوز عليه بالكامل إيف يكون ريح يشربه وبيلاقي الميا بتتحرك في الكباية بيصبح صوت قطة عند حمام السباحة وبيفتكرها قطتو فبيسيب كباية المياه وبيطلع يدور عليها وبيشوف ضلها على العوامة ولما بيقرب منها بتظهر لوحد شكلها مرعب وبتوقع وتسحبه للمياه وفجأة غطى حمام السباحة بيبدأ يتقفل لوحده عليه إيف بتشوف اللي حصل وبتجري تحاول تمنعه يتقفل وإيف بتظهر وبتساعدها وبتقول لها تخلي ري ييجي يساعدهم وبتنطقي إيف في حمام السباحة عشان تلحقه وبتربط خرطون برا عشان تتنفس منه تحت المياه وبتدور على إيفيته وفي الآخر بتلاقيه مغمى عليه وبتيجي أرواح الناس اللي ماتت في حمام السباحة وتحصرهم ولكن روح ري بيكا بتظهر لهم عشان تساعدهم وترشدهم لطريق الخروج بعد كده بتشوف إيزي اللي بتدور على بابوها وبتقعد الجرح من إزاز الكوباية اللي كانت مع عقلية وتحركت لحد ما وقعت وتكسرت فجأة بيزعر أبوها وهو تحت سيطرة مادة حمام السباحة السودة وبيضرب بالبنت وعايز حمام السباحة يفض روح إليت ولما بتستخبر ري بيخرج عند حمام السباحة وبيشوف مراته بتحاول تنكز إليت بس ري بيحاول يفنقها لكن إيزي بتيجي وبتضربه مضرب البيسبرو في كل جسمه وبيبدأ يخرج منه المادة السودة دي وبيفتكر ذكرياته مع عائلته وبيفوق من اللي مسيطر عليه وإليت كمان بيفوق بس بيبقى تعبان جدا وحالته بتسوق والمادة السودة بتنتشر في حمام السباحة وقتها ري بيدرك إن لازم حد يدفع التمن عشان ينكز ابنه وبيقرر يضحي بنفسه ووقتها إليت بيبقى كويس وما بيبقاش في أثر الجسم ري ولا المادة السودة في حمام السباحة بعد كده وقرروا إنهم مش هيسيبوا البيت ويمشوا ورد محمم السباحة عشان بيقزيش حد تاني وبكده يكون فيلمنا خلص شكرا لكم أشوفكم في فيلم جديد لو عجبكم الفيلم ما تنسوش اللايك والسبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد